السلام عليكم ورحمة الله وعليكم ما عليتم لن نسكت لأخطاء لن تذهب دماء الزهراء هدرا أنا الأوان لكشف رموزكم العفنة من أرض العراق محذركم يا بني وهبون يا أخي اطلع باسمك اطلع باسمك الصريح يا عبدال يا أخي اطلع باسمك الصريح أنا الذي سمتني أمي ثائرة الله أكبر ثائرة ها جالس الآن أنا ثائر لكن سيفي مغمد الله أكبر أنت يا ثائر مأجور أنت يا ثائر مأجور من الإيران على العرب وعلى الشيعة وأنت إنسان سادج وليس عندك احترام للحوار وليس عندك احترام للمبادئ وليس عندك احترام لهذا الدين وأنت إنسان عميل يا أخي كفاية من هذه العمالة أنت الآن تأخذ مجرد مبالغ بسيطة جدا وتكلم بها القنوات يا أخي أنا سأعطيك من حسابي الشخصي يعني أعطيك مبلغ الذي تأخذه من إيران وريح نفسك وأعتق نفسك من هذا الرق الذي يعني يعني تكون فيه يعني رقيق وعبد لهذه الدولة الصفوية سأعطيك من حسابنا الشخصي بدل أن تأخذ فلوس من غيرك هذه هي عادة يعني مثل هذه يعني هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون أن يشويشون علينا وقناة وصال قد منعت أن يعني يداخل مثل يعني هذه العينات لكن يعني دخل باسم آخر وجلس يتحفظ لها قصيدة وأعدل واحد قصيدة يعني أنا أنا سمتني أمي ثائرة وبدأ يعني 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 يتحفظها ثم أراد أن يقولها باسم عبد الله من العراق يعني ما نقول غير ما قلنا قبل قليل شكرا